الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة الدكتور احمد عطية دهشان انا سعيد جدا بكم النهاردة وسعيد ان انا هشارككم محتوى عن كرحة المعدة ببتك او رشتت رشتت كرحة المعدة ده مريض بيجي لنا ليادة عندي وجع في سدري وبطني وبيجي لي حرقان وحمودة بتزيد بتزيد بعد الاكل او عند انه طيب رشتة بتاعتنا بتبقى عبارة عن ايه بندي تلات حاجات رئيسية اول حاجة بندي حاجة تقلل من افراز حمد المعدة وتقلل الكرحة الحاجة التانية بندي حاجة تزيد من التقام الكرحة وعلاجها وتحمي جدار المعدة وتحمي جدار المعدة اخر حاجة بندي مضاد حيوي ندي مضاد حيوي للبكتيريا المسببة لكرحة المعدة وتقلل الافراز الحمد المعدة دي كده التلات حاجات اللي بتكتبوا في رشتة كرحة المعدة طب ايه الرشتة بقى يا دكتور نمسك حاجة حاجة نمسك النقطة الاولينية اللي هي حاجة تقلل من افراز حمد المعدة وتقلل الكرحة زي الزنتاك الزنتاك او رانتي دول رانتي دول او رانتي دول مرة مية وخمسين قرص مرتين يوميا قرص مرتين يوميا لمدة ست شهور ده كده اول حاجة تاني حاجة نكتبها احنا قلنا ندي حاجة تزيد من التعام الكرحة وعلاجها وبتحمي جدار المعدة ايو باتاني حاجة هنكتب اه جاسترو فيت جاسترو فيت جاسترو فيت تابلت واحد جرام ده قرص يأخذ قبل الوجبة بساعة قلنا نأخذ حاجة مضادة حياة ويقاتل البكتيريا المسببة لكرهة المعدة اللي هي اللي هي الهيليكيور تابلت قرص تلات مرات يوميا تاخذ لمدة اسبوعين لمدة اسبوعين اسبوعين اه ده نقدر نقول انه نأخذ تلات مرات يوميا وبكده تكون رشدة بتاعتنا انتهت بس كده تعمونا بالاشتراك في القناة شكرا ليكم كان معاكم دكتور احمد عطية دهشان من اسطنبول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا